الفرق بين job, work, career السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ازايكم يا بنات عاملين ايه يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة هنا هنعرفكم الفرق ما بين الثلاث حاجات دول بشكل بسيط جدا جدا اول كلمة معانا هي كلمة job وكلمة job هي noun ومعناها وظيفة بتاخد عليها مرتب ممكن يكون اسبوعي او شهري في كلمات تانية لها نفس معنى job زي كلمة profession وكلمة occupation we can say it's a full time part time job i am applying for a job i'm looking for a job ونفس المعنى لما نقول i'm a job hunter كلمة job هي كلمة countable يعني ينفع تتجمع يعني ممكن نقول i had five jobs in the last two years نيجي بقى لكلمة work ودي بقى ممكن تكون noun وممكن تكون verb ممكن نقول ان كلمة work هي عامة اكتر من job ومعناها هو اي مجهود انت بتبذله عشان تحقق حاجة معينة يعني ممكن المجهود ده يكون في وظيفة او في مشروع شغال عليه او حتى في المذاكرة so we can say i work at or for that company i'm working with my friends on a graduation project كلمة work ممكن كمان استخدمها لما بنبقى عايزين نقول احنا بنشتغل من الساعة كذا للساعة كذا او تقولها لما نبقى عايزين نقول ان احنا بنشتغل في المكان الفلاني زي مثلا وبرضه ممكن نقول كلمة work هي كلمة uncountable ما بتتجمعش يعني ما ينفعش نقول لا اخر كلمة معانا هي كلمة وكلمة ممكن نقول عنها انها عامة اكتر من work وجوب ودي بقى معناها المجال اللي انت شغال فيه اصلا يعني ممكن نقول فلان شغال في مجال التدريس بس دا مش معناه انه بيدرس كل المواد يعني ممكن نقول i work as an english teacher so my career is teaching لو عجبتك المعلومة اعمل share و mention لاصحابك عشان خاطر يستفيدوا وادعمنا ان احنا نكمل في نشر المحتوى الهدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته